الحمد لله رب العالمين خطورة نقض العهود والمواثيق تساهل الناس في نقض العهود والمواثيق والله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويقول عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا مخالفة العهود والمواثيق سوى بينه وبين الخالق أو بينه وبين الناس تدخل في كبائر الظنوب وكفى أن هذا من صفات المنافقين الذين إذا تمنوا خانوا وإذا حدثوا كذبوا وإذا عهدوا غدروا والله يقول يا أيها الذين آمنوا تقول الله وكونوا مع الصادقين من الأمثلة في هذا يدخل بالمرأة فلا يوفيها صداقها أو يوفي بعضها وأترك الأخر وعدم الإفاء بالشروط في عقد النكاح وما يسمونه أمين الصندوق هو الذي يسرق الأموال واستخدام العمال فلا يفونهم أجورهم المتفق عليها ومصانع تصنع أدوية مغشوشة تضر الناس وتبديل الوصايا بزيادة أو نقصان والموافقة على وظيفة وهمية يستلم مقابلها راتبا شهريا والكذب على قوانين الدولة واستلام أموالا حراما وافشاء الأسرار واختره أفشاء أسرار الفراش والقائمة طويلة فمن تلوث في شيء من هذا من تلوث في شيء من الحقوق وجب عليه التحلل منها ومن وقع في ظلم الناس وجب رد المظلمة قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولكن الحسنات والسيئات هذا ما لزم بيانه الحمد لله رب العالمين